طبعا كلنا شفنا الجزء التاني من مقلب حمد وفاق اللي حمدي فاجأ الجمهور وخلف التوقعات مفيش اي حد من جمهور حمد وفاق توقع ان حمدي ممكن يعمل كده جمهور حمد وفاق كانوا متوقعين ان حمد وفاق عاملين مقلب في ندا وده مش بجد وهم مسافروش وان هما يشوفوا رد فعله وبعدين يظهروا تاني لكن اللي حصل صدم الجمهور كله وحمدي كده ضرب ثلاث عصف بحجر واحد ان هو يشوف رد فعل ندا بنته ايه وهتتصرف ازاي وان هو عمل المقلب في ندا اللي الجمهور كان طالبه منه على لايف التيك توك ومش ندا بس اللي اتعمل في المقلب ده اتعمل برضو في وفاق وفي ولاده لان حمدي كان مفاهمه من هما يروحوا صد رد يصوروا لقطات من هناك ويبعثوها لنادى مش عارف وفاق دخل عليها المقلب ده ازاي وبعد ما وصلوا ودخلوا الفندق حمدي قال لهم انا كنت بتحك عليك وانا قلت لكم كده بس عشان توفقوا تجوا معايا وقتها وفا تعصابت جدا على حمدي وانتهى الجزء التاني على كده استنوا معايا بقى عشان تعرفوا احداث الجزء التالت اللي المفروض تكون صح بنسبة مية في المية حمدي في الحقيقة ممكن ما يكونش مسافر عشان يعمل المقلب في ندا بس اكيد حمدي ليه شغل هناك في الامارات وراع عشان يكمله وكمان اجس المدرسة بتاعة ندا قربت تخلص وهترجع تاني عشان كده حمدي قرر ما ياخدهاش معاه وبرضو عشان يرجع للجمهور بتاعه الشغف والفضول تاني بسلسلة مقلب جديدة